استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية السيدة بولا جاك خبيرة العدالة الجنائية في مؤسسة نايكو بالمملكة المتحدة وخلال لقاء كدى سعادته التزامة مملكة البحرين المستمر بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة منوها بحرص حكومة المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ الريادة البحرينية إقليميا ودوليا في مجال رعاية الطفولة وأشار العصفور إلى استعداد وجهزية الوزارة لتوفير الضمانات المتكاملة لحماية حقوق الطفل في بيئة آمنة وداعمة للتنمية المستدامة في ظل قانون العدالة الإصلاحية إلى جانب الشراكة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام التي كفلها القانون لتطوير منظومة العدالة ودورها في تعزيز حماية حقوق الطفل وتم خلال اللقاء أيضا بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين إلى جانب مناقشة الدعم الفني والاستفادة من الخبرات البريطانية في عدة مجالات بما يسهم في تفعيل الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة ترجمة نانسي قنقر